اه انتو مهنا قبل ما تفرج في القصة خليش تشيراك لايك ويالله موسيقى 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 طمع طاعون وكامل قلوب وفي الحياة غادي نطلقوا بزاف مع ناسا غادي طمعوا في دكش اللي عندنا وغادي يتمنونينا دائما الاسوأ وللاسف طمع كيحول الانسان الى وحش وطريق الطمع مكتسهليش محددك تزيد مع مارك غادي تفكر انك تحبس القصة دينا غادي تبدأ مع السيدي الصباح فلوتو روتو جوج ديل طموبيلات غادي فيهم واحد الناس معرودين في واحد الحفل ديل افتتاح ديل واحد المشروع طموبيل اللولة كان راكب فيها جمالة ومرتو نادين وولدهم صغير ريضا تقريبا غادي تكون عندو شي تسع ستنين والطموبيل التانية كان فيها دريس ومرتو الاطيفة واختو رابعة وراجلها عدئلة وثلاثة ديل الوليدات جوج بنات وولد ليلة وهيتم ولاد دريس وفاتين بنت اختو رابعة طريق كان كل شي غادي نورمالة مرتاحين جمالة دريس ورابعة وخما كانوا شخوت وشقاقة كان مهلي فيهم وشار لهم فيلا الواحد ودار لهم مشروع وممخليشة من جهدو مهم كانوا غادي مستمتعين طموبيل كان صائقة جمالة كان غادي ومرتاح طبيعة الحال يكون مرتاحة وهو صائق بورش باناميرا وبحالة النوع الحديد كيف يجعلك تجبد الكابلي عكس طموبيل اللي كان فيها دريس طموبيل علاقة دلحال مهم جمال كان صابق دريس في الطريق من بعد تقريبا الساعة هذه الطريقة خرج من الوطوروش وتتموا غادي في الطريق العادية جمال بقى غادي بنفس السرعة حيث اصلا هو من هوات السرعة فوس الطريقة غادي يخرج ليه كلب معرف ما يدير ذلك اللحظة جمالة واخر حاجة كان يتقبله هو انه يقتل حيوان مادر حتيش يدنب الكلب مسكين صمر في بلاستو بالخلعة وجمال ما كانش عنده حل من غير انه يقلب الفولون وهنقدر انه يهرب من الكلب ولكن جمالة لقى قدامه شجرة كبيرة من بعد عشر دقيق وصل دريس وقدر يتعرف على الطموبيل جمال اللي كانت كلها مخمجة من القدام وكان خارج منها الدخان براست الطموبيل دريسة والدنيا كانت خاوية نزلوا كاملين كغوته دريسة يطمئن على جماله ومرته ولده ولكن القهميت هو ومراته ولده الصغير ريضة كان ما زالك يتنفس واخر كان مجروح وغارق في دماياته منحص لحد انهم كانوا ديري لي السمطة ذلك اللحظة وقف دريسة وبقى يشوف اخته وراجل اخته ومرته وبحالك يقول لي هم فهمتوني ولا لا ذلك اللحظة ظهروا كاملين شافو فيه فريضة نقزات خط دريسة وقاتليها شنو غادي نديرو بي ما تقولش لي ياه غادي تقتل ولد اخوك قال لي هدريسة تدريك ينزف بزاف كيف ما كيبال لك غارق في دماياته غادي اللحو بعيدة وأنا متأكد ما غاديش اقل رايش جاماله ومرته وماته إذا نحن اخوكو غادينا نورته التروى ديرو كاملة شبال لكم وبقاوا كلهم ساكتين قال لي هم دريسة اللحظة اعتراض ينساحب دابا لكل لحظة كل شي بقى ساكت نقزات خط دريسة وقاتليها وإنها جو الجوندارم ما سنقول لهم؟ قال لي هدريسة سهلة ما الذي اخرجنا من لطوروت كانت واحد القهوة في القنت سنرجعوا ليها ندخل أنا ناخد قهوة وندور مع السيرفور بشي اعقل ليه ما الذي سيأتي الجوندارم سنقول لهم بالله كانوا سابقين والفرق بين طموبيلات سيجعلهم يتيقوا والنطة القهوة سيتأكدد شي كامل نقزات ذلك اللحظة لطيفة مردريسة وقاتليهم وريضة ماذا سنفعلوا معه؟ ماذا سنفعله؟ قال لي هدريسة راجل اخترى بها هو اللي سنفعله وإنها جوندارم لا سنفعله يسؤلوا عليه لأنه بعيدة للعائلة كاملين نطمعوا في الفلوسة وراجل راجل اخذ دريسة لم يكن لديه خيار من غير أنه يوافق خصوصا الظروف المادية دياله صعيبة مؤخرا هالزريده التمغادي به طع دريسه البقية في طموبيلات ورجع من الطرق من الأول اللي يجع منها وعود الثاني عودوا دخوله لطرق وعودوا دخوله لطريقة العادية دازوا عنده مل ملدك القهوة كيف مكاننا ويدريس اخذ القهوة دياله ودور معه السيرفر وبقى يضحاك معه من بعد خرجة طموبيل دياله ومشونيش المكان دياله من اللي وصلت إلى مكان تروينه وبالزارد الناس مجوقين برأس دريس طموبيل لا والتمغادي تيجاه الطموبيل غير قرب حدا بدك يتمرق في الأرض وكي بكي وقف الجوندارمو قال لي ما كنت تسيدي قال لي أنا أخوه أخوه مسكي وقف الجوندارمو قال لي وقف الجوندارمو قال لي لاجب كيف شاء كيف شعرفت بل إخوك والطموبيل تقريبا محروقة كاملة بقف الجوندارمو قال لي لادة الصفري ومن حصول حظه كانت هذه البلاكة الدموبيل ما زال مقاسته العافية بقاكي بكي دريسة وقال لي ها البلاكة الدموبي ديالخوه هادي دياله كل لحظه جو العائلة كاملة كيف شاء كان مشهد دراماتيكي مليئ بالنفاق قال لي هم الجوندارمو قال لي لاجب جوندارمو قال لي ستلتحقوا بينه لكي نأخذوا الإفادة ديالكم مشوا كاملين ومن الذي كان الجوندارم يأخذ الإفادة ديالهم كتشف في المحضرة بل الطموبيل الجمال كانوا فيها ثلاثة ديالناس كيف ما قال دريس قال لي الجوندارم انتقلت بل الطموبيل فيها ثلاثة ديالناس ونحن نرقي نغير جوش كيف يشهد شي هنا دريس بدك يغوت والدخويا والدخويا ريدا كان معهم فينا هو يا كلابس شنو سيكون وقع عليه قال لي الجوندارم امتى اخر مرة شفتها ريدا قال لي دريس السيد نرى هائلة وحدة ورا كنا غدين وراهم مباشرة بالطموبيل ولكن طموبيل الجمال لا سريعة بالساف من اللي اخرجنا من اللوطوروتا ووقفت انا ان اخد قهوة قال لي الجوندارم ما عاش بالضبط ووقفت ان اخد قهوة قال لي ها ماذا سنقول لك السيدي ما عقلتش حتى ماشي نور مار تبقى كل مرة تشوف الساعة قال ليهم جوندارم واخر السيدي يمكن لكم تمشيوا ومن اللي سنحتاجوكم سنتصلوا بكم بالنسبة للجوتاتة حتى يكملوا التحقيق الجنائي فيهم وذلك الساعة ممكن تسلموهم العائلة كلها اعطات افادة ديالا من بعد تمو خارجين في حالاتهم ما لوسلو قدام الباب فلقاوا عبدالله واقف تمو قصدينو كاملين شنو درتيف الدري قال لي هم لح تفو حد الخلاق واصلا كان ضن بلد الدري مات حتى ما بقاش يتحرك بدك يبتسم دريس وبحلعة اعرف بلد سوغرات لي هدلاف فاير هادي ركبوا في الطموبيل ورجعوا في حالهم الفيلا من بعد سيمان على الحادثة الجون دارموا الناس المختصين داروا تحرية ديالهم كاملة ولقوا باللي الحادثة كان هادي وما لقوا حتى شي معلومة على ريدا من بعد شهر مشدري سخته للمحكامة بحكم انهم خود جمالة طالبوا بحقهم في الورد كيف ما كيقول شرع وكيف ما قلت لكم في الول طمع طاعون وكامين قولوا دريس واخته خداوا التروى كاملة بطبيعة الحال حسة الأسد كانت من نصيب دريس لسانة ورسانة كان كيزيد في التراءة دياله الدرجة تكبر شركات وزاد فيهم وبدأت الفلوس قد تدخل من قهر جوية الفلوس خلت دريس عطي على غلص زهول ليالي الحمراء ومرته حتى اياما كانت مخالية من حقها تبدل 380 درجة عشرين عام داست دريس بنقصر كبير في طانجة ولا من أشهر رجال أعمال والده هيتم طلع نسخة مصغرة منه ما كان غالحديده البناته وما كان كيدير واله في حياته وأي حاجة بغاء خاصه يجيبها صحة وش حامل بنته بدحك على حيث كان مخاطرة مع صحابه أنه غادي يجيبها بنت دريس تانية ليلا كانت هي نقطة الضوء الوحيدة في العائلة دياله بنت متبتا زوينا داخل صقراسة وما كانت تشبه لتشي واحد من الوالدين دياله كانت تدير الخير ومشاركه في جمعياته وديما بباكي عيب فيها كانت تدير هذا شيء كملت القراية دياله في كلية الطب وقدرات من بعد أنها تفتح عيادة لطب الأسنان وكانت دياله مبلغ رمزي حتى كانت كعجبة تعاون الفقاراء أما رابعة خدريسة ولد سيدة أعمال معروفة وكانت كتتعاون مع أخوه أما راجلها مسكين عبد إلهة كانت ديرها تحت الصباط حيث الدخير كامل كم سمية رابعة وما كانش قادر مسكيني هزة الرأس أما بنتهم فاتين كانت بنت عادية في كل شيء في الزين ديالها في القراية كانت كتقرأ التجارة وحاجة واحدة كانت تشاغلة بلا هي أنها تتعرف على شيء واحد وتعيش مع قصة حب زوينة بحل الأفلام فاتين كانت هي المقربة لبنت خالها ليلى وما كانوش كتفارقوا وحد نهار كانت راجعة ليلى من كابيني دياله في الطموبيلة طارق المزيكة وعيش الحياتة ومرة مرة كتضربت ليلى للإنستغرام كانت ديك ساعة ثمانية ديالليل في الوقت ديالش تشكنت الظلمة كتتح ضغياءة والدنيا كتكون خاوية لك شعلاشة ليلى كانت تغادم كسطلة في الطريق اللحظة اللي كانت ساهي وكتشوف الإنستغرام ديالها مع هزة رأسة لقتمرة كبيرة قدامها وعلى بونته كانت غادي الضربة دارت فرنسيك والمرة مسكينة خلعات وطاحت الأرض نزلت ليلى مخلوها باش طمعانة للسيدة ألقعتها كتبكي ليلى قلبها كبير قفع الحالة وبدت كتطلب منها السماحة وكتبكي ولكن ديك المرة ما كانت تقول وهالو ناضط ديك المرة مسكينة وتتمت غادة في حالاتها وبحالة كانت تعرج قلت لي هذه الليلة صبر ليلة سنوصل لك في غادة وقت تلح علىها احتوى قد تلك المرة اركبت هذه الليلة في الطموبيل وتتمت غادة بها تترك كلها وكتبكي اسمحي ليه عافك تمت ليلة داخل الواحد الحي الشعبي في غير المكارب والضمى فيه الدنيا مظلمة وترك كلها محفرة من بعد عشر ديال دقيقة واصدق الحي قلت لك شي بني صافي بنتي غا هنا قبل ما تنزلت ليلة ديالة حلت الساق ديالة وطعتها شي باركة للفلوس وقلت لها عافك قبل اليوم مني وسمحي ليه أعطعت كارد فيزيت ديالها وقلت لها خصواتك اي حاجة مرحبا بك نزلت تلك المرة ومشيت في حالاتها بلا ما تقول حتى شي كلمة ضربت ليلة دوميتور وارتعات في حالها فالطريق وقف عليها واحد أخونا خاسر قال لي هنزل لي من الطموبيل تسمرت ليلة في بلاستة بالخلعة عمرها في حياته شافت بحالة المكائب بسدت لبيبانة وبقال قلسة في بلاستة مصدومة أخونا في الله بدأك يضرب بيطي في المالاة وقدرب الزاجة تنزلي والله إيمان تفك بهاك بالله وأنتي غا تنزلي بدأت تلك اللحظة ليلة التليفون وعيطات الباها قلت لي ها عافك بابا اعتقني وقف علي واحد وبغير يدخل علي الطموبيل بدأك تفرق على الادرس وقل له أين كنتي قلت لي ما عرفت ما عرفت بابا أنا سوف أقوم بحضة الوكاليزازن اللحظة 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 أن تتحرك الوكاليزازن تمشي واحد الدري و تم قصد ذلك الميكروب قال لي أن يصير حيد من هنا و فوش على كل ابنت قال لي ذلك الميكروب و انت مالك سوف تقوم بك سوف تطلع لدهر يا نايا تم قصد ذلك الدري هزوا وخطفوا وضربوا مع الأرض أخونا في الله ناد هزتضربوا وكي جري وكي غوت ليلة شفت هيد شي كامل هبطعت الزاج باش تقول الدري شكرا سير يا أختي أنا عادي نبقى وراك هتا تخرجي من هنا بقيت غادة ليلة وذلك الدري كان غادي من وراها ومرة مرة كانت كنت ترقى تشوف فيه في المرأة ما اللي وصلت للشاريع بغت تقول لي شكرا غبر دك الدري ما اللي بعدات من ديك المنطقة عادي تطلبها وقاتليها صاف يا بابا هرا واحد الدري مسكيننا شاف الوقت المناسب واحتقني داست قريبا يومين على هدى هد شي اللي وقع ليلة ما قدراش تنسى الموقف الرجولي اللي در معا دك الدري كانت خدامة في العيادة ديالة ودماغها كان مرفوع جاءت عند ذلك اللحظة فاتين بفط مأن عليها من بعد ما سمعت ذلك الشي اللي وقع عليها بقاتك تعاود لها ليلة على ذلك الشي اللي وقع من اللي وصلت لذلك الدري اللي عاونها وجاه تلون حسيت بها فاتين وقاتليها لك ما تزعطي فيها لعفريتا على ذلك الحساب سيكون شي بوكوس هذا قاتليها ليلة لا لا باين عليها متكبر أصلا معطاني فرصة حتى نقول لي شكرا أنا غير عاود لك وصافي دست قريبا سيمانة ليلة كانت كدوز معظم الأوقات ديالة في العيادة واحد نهار كانوا قرابين يسدو سمعت ليلة البنت اللي خدام معها وقاتت ناقر معشي واحد فلاكوي عطعت لها في التليفون وقاتلي ها هرا واحد الدري ما بغاش يمشي في حالاته عيت ما نقول لي بللي صافي سلينا حتى رغدا ان شاء الله ولك نواره ما بغاش يتفاك قلت لي هالليلة صافي مكين بس خليه يدخل حشو ما نخليه ويمشي هاكا وهو مريد وأصلا ما غدير قحتا شي عيادة محلولة دابة ندخل ديالة دادك الدري شافت ولايلة وتصدمات كان خونف الله اللي اعتقى من داك الميكروب داك النهار معرفة عطارها بشتبلات قلت لي ها ملك قال لها ادراني الدرسة كان حس براسي غدي تفرق علي قلت لي هليلة واخا اجينا سنين نشوف لك بقعت للك الدوز لي من بعد قلت لي سنانك مزيانين كنظر ان يكون عندك شي سوصل داخل وما كتبانش خص ضروري ندير لي هالراديو باش نتأكدوه المهم انا قلت انكتب لك هدوه هذا باش يحيد لك الالم وعود رجاع عندي باش نتأكدوه قل لي ها واخا باش نتأكدوه باش نتأكدوه قلت لي ما اسمك قل اسمتي يا رابع قلت لي اسمع رابع قلت تأخذ هذه الدوه هذا ومن بعد يومين ضروري ترجع عندي خذ رابع الورقة والتمغا وقفت ذلك اللحظة الليلة وقلت لي ها واش معقلتي شاليا وقف رابع وقل لي ها لا قلت لي واحد الليلة تهجم علي واحد دريو وانتله تقتيني منه قل ليها رابع لا لا اسمحي لي يا الله ما عقلت تعصبات الليلة ذلك اللحظة من برودة الدم الرابع وحسنت بحل ما مسوقش لها وهي الليلة الولاد كامل ينطيحين فيها مشارع رابع وقلت ليلا مع السفا او كيفاش غد ينسى ودكشي الله وقعدها بغير مؤخرا بغير مؤخرا بغير مؤخرا بغير مؤخرا بغير مؤخرا تعرف عليه كتر ذلك اللحظة قالت لي يا فاتينة انتي أختي وكتر من صاحبتي بغيرتك تمشي معي لذلك الحيفين تلاقيته أول مرة قالت لي يا فاتينة وحماقيتي برغم ذلك شيء كامل اللي يوقع عليك ما زال بغيرت تمشيت معي ما زال بغيرت ترجع لذلك البلاسة قلت لي ما زال بغيرتنا وقلت لي ما زال بغيرتنا ونحن سوف نرى في الصباح يعني بالنهار يعني لا يوجد رأينا سوف ترى فيها فاتينة وقلت لي هوا خلالة وفعلا الغد اللي يمشيت ليلة وفاتين النفس المنطقة التي طلقت فيها أول مرة معه مع رابع قوكي دوره ثم بالطموبيل على أمل أنهم يشوفوا رابع من بعد تقريبا ساعة بداتها ليلة كانت تفقد في الأعمال أنها لا يمكن أن ترى هنا من اللي كان وراجعيننا في حالهم وقفت ليلة في واحد الفروج ذلك اللحظة تم وقاطعين الناس ومن بينهم كان رابع شافته ليلة وقفزات وبدأت تعيط عليه بسميته رابع دار ذلك اللحظة رابع مستغرب وتمقى صدم مشت ليلة بلاصاتها تقرر ليلة وقفت له أصعبه حسنا وقفت له طبيب صنان قد كنت تتسمى اللي كان يمكن أن تكون اخرين قفت له ما بتحقيق طبيب صنان لماذا لا تعرف اسمي قال لي همين سوف نعرف اسمك قال لي ارى مكتبه في الوغدونانس الذي أعطيتك قال لي انا لم أعطيت ما أعطيت كنت بغي غير الدواء و أخذته قال لي ها المهم انا اسمي ليلى وهذه بنت عمتي فاتين قال لي هم تشرفين مهم انت لبس عليك كل شيء مزيان قال لي الحمد لله ولكن لماذا لم أعطيت العيادة و أخذت منك هذا الشيء قال لي صافي و أعطيت مزيان بذلك الدول الذي أعطيتني لم يكن أعطيتين لن أعطيتك هذا أشعر مزيان قال لي ها ماذا تدري هنا كما تقلبي لي حيث لا يدك اللحظة ليلة قالت لي في ذلك البلاسة التي هي كانت لقى لي شمكار و انت جيت يعتقتيني وقفتي ما يحتخرجت من ذلك الدولة قال لي قال لي ها رابعة اه قلت قلت عليك ذلك اللحظة فرحات ليلة وقلت لي إذا سمحت بغيتها نعرفك على العائلة ديالي لا يشكرك لديك شيء كامل لديك ماء قال لي ها شوفي لديك شيء كامل لديك ماء ممكن لديك ماء لا يشكرك ما كلها العائلة ديالك شكرا نقزات ذلك اللحظة فاتين وقلت لي ها خويا ما فيها بس السيدة عرضت عليك ما ترداش لها في وجهها وما تخافش ما غاديش نخطفوك بدك اضحاك رابع وبتسم وقال لي هم ما واخا ما عندي مندير سوف يذهب معكم صبروا علي نريد الحوية داخل ونرجع وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي لا يصلوا إلى باب قصرة وقال لي وقال لي وقال لي فاتين قلت لي خلي لي طوامي سوف يذهب وقال لي لدي لديك موضي وقال لي تعالى قال لي لي لأ سوف أذهب وقال لي وقال لي لحظة وقال لي بسكرة سوف مجرد وقال لي لماذا هنا والجمالية دياله لكل لحظة تم داخله الولد كيغني وواضح بالليسكران شوف رابعه والتم قاصده قال لي شكونتها واش كتدير هنا بقاك يشوفي رابعه وقال لي قبل ما تسول عرف بنفسك بعدها قال لي أنا هيتم مول هاد القصار كامل شكونتها قال لي أنا رابع قاك يشوفي هيتم وقال لي صافي رابعه بوحدة ما عندك أب ما عندك أم يكما أنت والد الزنقة وما كتعرفش شكون هو أبك قاك قال رابعه وكيحاول يتحكي في الأعصاب دياله جابوه قال ليها واش دروري ضروري أن تكون باو ومي ونبدأ نعيق عليك بذلك شيء كامل الذي عندي ولكن أنت تعتذبت شيء كامل الذي عندك الاسم الذي أنا عنده قيمة كثيرة من هذا الحزاق كامل الذي عندك هذا الحزاق كامل الذي تفتخر به تعصب لك اللحظة هيتم وما تسرطعت لي قال لي أنا غد نوري الممك شكون هو أنا بكلمة واحدة مني غد نمحيك من الثانية وذلك الساعة غد يتعرفش كون هو هيتم والد الحاج دريس لما كانوا ش عندك والدين ربيوك أهنا لي غدر ربيك تعصب ديك اللحظة رابعه هو ناضي تم غالق عصد هيتم وقف قدامه وبدأك يخزر فيه قال له من قبل وانت كدوية وكتسبه وأنا سأقلت لك حيث لا أريد أن أضع رأسي فيك ولكن ذلك قلبت عليه سترى معي اللخر عندما يجب أن يدينه وضربه في دماغ طحخونه في الأرض ونزله من نيفه وما قدرش يعود ينوضعه الثاني بدأك يغوت من الألم ما بدك سالحة دريسة ومرت العائلة كاملة دخلوا حراس ديك اللحظة من اللي سمعوا هيتم كغوت من اللي شافوا طايح الأرض ودماء يتنازل لي من نيفه هزو صلاحه لا على عربيه نزلت ديك اللحظة ليلة ومهوت صدمات من دك شلي شافت وطالبات من الحراسة يهبتوا صلاح الحاج دريسة سوي الولده ما وقع بالضبط ولكن ما كان راضي يدوي قربت ليلة من رابع وقعت ليها ما وقع بالضبط قال ليها دخون هذا سبني وسب والديها وقفتوا عند حده نقص ديك اللحظة لحاج دريس وقال ليها واش انت ما عارفش شنو درتي ضربت لي ولي قدام الحراسة في القصر دياله واش مخايفش قال ليه رابعة يكون اللي يبغى يكون وانك نخاف من التشي واحد وانا غير ربيته وعلمته احترام الناسة كيف مكانه اما كون ضربته كون كون قسمته لاص طب الحاج دريس وطلب من الحراسة يشده نقزات ليلا وقالت لي بابا ما تنساش هات الولد هدا هو اللي اعتقني ذاك المرة وبالي هو الضيف ديالي وما تنساش بالي ممكن هيتم يكون هو اللي يبدو كيف مك يقول وراه تشي واحد ما غادي تحمل اهانة من جهد تكالما ذاك اللحظة لحاج دريس قرب من رابع وقال ليها كون ما كنتيش انتوى ذاك الشخص اللي اعتق بنتي وكون ما كنتيش عندي في بيتي كنتي غادي تشوف معامل اخرى اجبت ذاك اللحظة تفتر شيكات ديالو وكتب مبلغ ديال الفلوس واطع الرابع نقزات ذاك اللحظة ليلا وقالت الرابعة هات الفلوس هادو اعتبر مكافئة على شجاعة ديالك والموقف الرجولي اللي درتي مائه خضرع بايدك الشيك وبقاك يشوف في الحاج دريس وكي بتاسم قال ليها تدخلي قدرت مع بنتك الحاجة كنت ممكن ديره مع اي واحد وما كانت سنحت شي مقابل ولكن واضح بالانتوى ما مكتفهموش هادشي تكشي على شولتكم ما صرف معي هاكاك مقاك يشوف يوم رابع ذاك اللحظة وشرك ذاك الشيك واتمغادي في حاله بتبعت وليلا كتجري وقالت لي عافك سمح لي سمح لي بالساف وما تديش على أخيه هو دير هاكاك قال ليها رابع ما تديري شبارك أنت أصلا ملك والغ قلت لي ليلة ما زال سنشوفك فانك اللي أبطع بهذا الحال سننذهب لك العيادة مشارعة ودخلت ليلة القصر هنا سمشون عند فاتين ما الذي وصلوا للقصر وقلت لي يوم بلي سمشون ناكل شيء دخلت فاتين لأحد راستو كلاتهم اللي كانت خارجة القاتل ماذا تضع الماكلة فوق الماله وكياكل ما الذي قربت من أحده وقلت لي ماذا تدير وماذا أنت مريد ماذا تدير قامت تصوق له أخونا في الله وبقى كياكل بقى فاتين كتغوت عليه أخونا في الله بقى كياكل وقامت تصوق له وكمل الماكلة دياله جماز بله وقل له أنا كملت مالك مالك أعطى الطياري قربت من أحده وقلت لي أخونا وماذا أنت شوية لباس الناس تدروا المطاعم لكي ناكلوا فيها الداخل ليس ناكلوا فوق طمو بلاد العباط الله ويبتسموا قال لي أختي أنت لباس عليك من حقك تتكلف المطاعم الكبيرة أما أنا غير مقرد وما في حالي مالك ومالك موقعه وقال بقى في حالة اللحظة فاتين من اللحظة أختي تمغادي هذا الدري وعودتين وقال له صراحة بازل بازل هادر سيتزوج بك خلها وقفة مصمرة تمغادي بازل 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 ليلة السماحة قال لي أنا نسيت الموضوع صافي الذي وقع وقع قلت لي برافو ليك ما خفتيش من الحراس قال لي أنا كنخاف غير من الله قد كدوم على ليلة بازل 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 وما كانت تعرفه كيف تدخله باللي بغاته تخرج معه بازل تعرف عليه كتر قالت الرابي اسمح لي اسمح لي دقيقة أنا جاي خرجات وعيطات الفاتين وقالت لي عتقيني جي داب العيادة هنا كين معي رابي ومعرف ما نقول لي قلت لي يا فاتين صافي أنا جاي في الطريق ورجعت ليلة عند عند رابي الفحص مولفك دوزه في ربو ساعة مع رابي دوزه في نص ساعة دارت كل ما في جهة لكي تعطى الوقت بينما وصلت فاتين كانت فاتين ذلك اللحظة جاي بسرعة كبيرة وفي هذا الوقت ريضة كان دايز من حد الكابيني وذلك اللحظة بنت لي الطموبيل اللي كانت فاتين بدك يبتاسم وجاته على باله فكرة اجبت ورقه وكتب فيه شي لكي يضعها في الطموبيل ذلك اللحظة كملت ليلة ورابع ناطا لكي يخرج بحالاته تعصبت ليلة وعيطات الفاتين وقالت له فينك تعطلت صافرا قديمشي بحالاته قالت له فاتين أنا قريبة بالساف حاولي تشغليه بأي حاجة وفعلا تبعت ليلة وقعت ونازل في الدروش قلت اسمح لي هنا بطنة وياك كان ضل اليوم ما غاد ينخض رابو ما كان حش مزيان قال لها رابع واخا مرحبا ما هيالك ما اللي فاتوا الباب كان ديك اللحظة ريضة كمل ورقة وكانك يحاول لسقف الطموبيل رأيت ليلة وتصدمت ماذا يفعلني في طموبيلتي؟ تم تقصد ليلة ذلك اللحظة قال لي ماذا تقصد هنا؟ رأي ريضة وقال لي وانت ملك تم تقصد ذلك اللحظة رابع قال لي اخي احترم رأسك وقال لي ماذا تقصد هنا قال لي ريضة وانت ملك وانت ملك وانت ملك وانت ملك تعصد ذلك اللحظة رابع وقرب منه وانت نقع لي وقال لي سوف ينهرس لي فمك ودخلت ذلك اللحظة ليلة وقالت الرابعة تهدن حتى نعرف منه ماذا يفعل هنا يبقى يتسمى مريضة وقال لي اسمع منها اسمع منها مصوت الوالدين قبل ما تأخذ من عندي قتل عمرك لا تنسى حياتك كلها تعصد ذلك اللحظة رابع تم قاصد ريدا واذا نقع لي يلا سوف يضربوا بدماغ وقفت فاتين قلت لي ماذا واقع هنا ذلك ذلك السؤولة ريدا واذا تعرف هذا قلت لي هذه الليلة من الذي نزلنا القيناة يضع شيئا في الطموبيل من السؤولة قال لي ما ريدا ذلك 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 ريدا قرأت فاتين في الورقة وقعت وكاتب لها من الذي نطلقها بك فكر أني نقول اسمحي لي رجعت عندهم فاتين ويكاتب تاسم وقلت لي هذا غير سؤول تفاهم ريدا كان عرفه وإصحاب لي هذه الطموبيلتي قربت من حدها ليلا وقلت لي اشكون هذا ريدا عمرك ما عودت لي عليه قلت لي سأعود لك من بعد سأعود لك سأعود لك ريدا ومحمله قال ليلا أنا سأمشي في حالاتي لكن في الدروس قلت لي اليوم سأخذه يا الله أنا عرض عليك للغداء بتسميت ليلا وقلت لك الفاتين يلا ومعنا قلت لك فاتين لا أصلا ريدا أنا عرض عليك المهم احتمت لها قوة من بعد رأيت فاتين في ريضا وقلت لي ماذا؟ أنا لتسقت فيك عراضة قال لي أخوك ناشف عندي 15 درهم نمشي ونضربه بيطان جاءت البحر قال لي ماذا رأيك؟ نعرض عليك أنا في أفخة من مطاعم في طانجة تعصب لك اللحظة ريدا وقل لي مالك أصحاب لك أنا وليا ما نخلي الشمرة تخلص عليها خمس طاق الدرهم اللي عندي ما رضيته بالطوان ما عندي ما ندر ليك قالت لي فاتين صافي بلما تعصب نمشي ونقل الطوان السيدي نمشي ونقل فاتين ودس ذاك النهار العشية فاتين نيشا عند ليلى وقعوا كدوق لهذا النهار اللي يدس ليلى قالت لفاتين ما عرفتش علاش ولكن كنحس باللي أنا مرتاحة مع رابيه وكنحس بالأمان قد كتضحاك فاتين وقعت له بسم الله لك بنتي لي صافي تحترز نافرك قد كتشوفي اللي وقعت له أه كنحس باللي كنبغيه قعت له فاتين تقلي شوية أنت أصلا يلا عرفتي وباش نكون صارحة معاك أنا قام مرتاحة ليه وحاسب لي شي حاج ما شي هي هذيك دارت في هذه اللحظة ليلى وقعت لي أنت كتقولي هاد شي رقب الله ذاك الشي اللي وقع مع ريضة ديالك قعت لي فاتين يا كتشكي فيها كتشكي فيها أنني ممكن فكر هاكا قعت لي ها ليلى هلا ما تقلقيش أنا نقدر نشك في العالم كامل إلا أنت قولي لي يا فاتين كيفاش تعرفت على ريضة عودت لي فاتين البلان كامل اللي وقع قلت لها ليلى وشنو وش كتش بغيه جاوباتها فاتين وقلت لي ها ما عرفتش يمكن أنا مواجبة بالسطيل دياله والشخصية دياله قلت كتضحك ليلى وقلت لي ها كيف يمشينا فيها قلت كتضحك فاتين وقلت قريبا المده طويله ومكدوه ما بديعتم من بعد ناضرته فاتين لم تمشي بحالاته ترجع لداره ما الليكت نازلت لقات بها يتم يا الله داخل قامت سوقات لي وتمت غادا شدة هذه اللحظة من يدّعه واضح بالليك أنسكران قال أين غادا زوينة قولي غس السلام بعدها غوتت علي ذلك اللحظة فاتين وقالت لي حيد من طريقي ولما غد يعجبك حال واضح باللي فاتين ديما كتعاني من التصرفات الهيتم وباللي ديما كتحرش بها شد هذك اللحظة هيتم من شعره وبدأك يتحرش بها دفعت وطح في الأرض وخرجات وبدأك يهدد فيها واخع عليك والله يما تبقى فيك بالله ما كناش بنت المرأة اللحظة تقول له الهيتم لا واش كتفهمي مشتفتي الفيلا والدماء على خدها دخلات لقعت أمها وبها قاسم كتفرجوا بدأت كتبكي وكتغوت وكتقول لي ما لاتصرفها دي الهيتم وقال لي هبها حاول يا بنتي تولد تفادع طريقة اللحظة يبلك فيها حاولته تغيريها قلت ليه بابا واش انا كنقولك يتحرش بي وانتصافي هادش اللي قدرك عليه الله نقزات مما وقال ليها بنتي الله يردانيك انتي عارفة خالكك ما نبغوش نقلقوه اجيب هذا معلش ما تستغليش هاد الفرصة هادي للصالح ديالك وجيبه لاندك وتزوجي بيها والدي معه وليد يوريت معاه في ديك التروة كاملة تصدمت فاتين من كلام ماماها مشات البيت دياله وقتكتبكي ذاك اللحظة صون التليفون دياله من الهزة ترح سلقاته بل ريدا اقولك عيض لها دوي معها ورجع لها المورال بقاطل امور غدا نورمال ليلة قد خرج مع ربيع وفاتين مع ريدا والعلاق بينتهم طورات بزاف وحد نهار كانت فاتين كالدوية مع ريدا في التليفون قلت لي بللي انا معروضة اليوم الواحد العرس وقام بغيت نمشي وقال ليها مارك سيري بتليه شوية الجو قلت لي لا إلا بغتي تجي معي انت يمشي لي قلت لي هلا لا اصلا انا ما كمشي حتى بلاصا بلا منتعرض قلت لي اعتبرني انا اللي عرضتك اليوم وسير حسن وقعد الحالة وتبوكس باش نكون انا ويك اليوم احسن كوبل في العرس نفس الهضرة دارت بالليل ورابع وحتى هي عرضت علي العرس وكان هذا العرس دا عائلي ويجمعوا فيه كاملين هذا العرس سيتقام في اشهر الفنادق في طهنجة وصل الوقت وكانت ليلا كدت سنة رابع وفاتين كدت سنة ريدا جاءوا بجوش اخيرا وكانوا بوكسين كل واحد مشمع الحبانة دياله كانوا قارجة الاعمال الحاضرين والقاعة كانت عامرة بزف فاتين كانت وقفة بعيدة على ليلة هيت رابع فايت منوضة مع ريدا كان كل شي هو هداك والامور بخير وحض اللحظة تحبسات الموسيقى الحاج دريس خضر مايك وبدك يقول له بهذه المناسبة الجميلة ومدام اهم الناس حاضرين معانا هناك بغيت نبالك للصديق ديالي على الزواج وكذلك عندي خبار زوين بغيت نشارك معاكم انا عارف هذه المناسبات تكون قليلة بالسافر لك شيالاش بغيت نكررها عودتاني لك شيالاش بغيت نقول واحد حاجة زوين اليوم شهر جاية ان شاء الله كلكم معروضين الحفل خطوبة ولدي هيتم وفاتين بنت عمدو كان هذا الخبار زوين عندكم كل شيء كل شيء بدك يصفق وكل شيء كان فرحانا بدك يشوف هيتم فاتين من بعيد وكي بتاسم فاتين بقت مصمرة في براسة سمسكينة بها ومها كانوا فرحانين هتا طامعين في الفلوس وبين اعطعوا الموافقة قبل ما يتشاوروا مع فاتين فاتين اللي بقت واقفة مصدومة وريدك يشوفها قال لي ها صافي هاتشي على الجايباني بقيتني اسمعت شيء مباشرة ياك انت قمت مني خرج ريدا وهو وكاعي بتبعته فاتين كتجري فاتوا باب القاعه وشدته من يده قلت لي والله ما كنت هارفه والله ما عارفه حاجة قل ليها واضح واضح كتفلي عليها اصلا كنت غير كدوزي بي الوقت قلت كتبكي فاتين قلت لي ما تقولش هاكا انا والله تكن بغيك هيتم شاه فاتين من اللي خرجاتها وتمقى صدا تابعه من اللي فات باب القاعه خرج لقاها وقفة مع ريدا وتمقى صدا وشده من يده وقل لي ما كون هذا وقلت لي فاتين وقلت لي هاكا وانت مالك اطلق مني وبعد مني خلاها مريضة وكملت ريقه فاتين بدأت كتغوت على هيتم مرضا شو بلي سارفق فيها شدها من شعر والتم غاد يمدخلها القاعه يالله غاد يدخلو مع الباب شده ريدا من يده وقل لي كان كاسحاب لي انتهرها جلا ولكن اللي يديرها كمع بنت عمه من لحمه ودمه كان ضن خاص يتعلمه المعنى ذي الرجولة يالله بغى يضربو هيتم خواه عليها ريدا يجمعوه بشماله وطلع فوق منه شنق عليه بجوجه يدينه وضربه بدماغ بدك ينزلي الدم النيفو بدك يدخل لي ريدا كروشي ورا كروشي ومرحموش ضربه ورا ضربه بدك يغوت هيتم بدك يعتقوشي واحد ولكن ريدا مطلقوش وقال غير كده خليه احتخله كله دمايات وقفوا اليوم ذيك اللحظة ليلة ورابع بدك تغوت ليلة حتى ريدا كان ناوي يقتل لي اخوه بقادك تشوف رابع وكتطلبه عافك عافك اعتقلي يا اخويا مشاكي يجري رابع ذيك اللحظة ودفع ريدا برجليه من فوق هيتم اللي يبقى ناس في الارض والدم كنزليه ناضر ريدا ومعصب تم قصد رابع ويدخل لي كروشي جوجة المكاريبوا تلاقعوه ناضرت البلبالة تماما رابع ما تسرطع شليها ويختف ريدا يبقوا مشانقين ويدربوا في بادياتهم تبقى البلاد ديال بالصح جاء ذيك اللحظة الحاج دريسة والحراس دياله والناس كلهم في القاع خرجوا يشوفوا ما هو واقع الحاج دريس من اللي شاف دكشي الواقع الولدو تصدم خده السلاح والتمقاص رابع وريدا اللي كانوا مزالين شانقين قاها السلاحة ما عارفش ماذا يضرب ليه ولدو تبعت ذيك اللحظة اللي لو بغت توضح ليه باللي رابع ما عنده حتشي علاقة بهذا ولكن قمع قدام الناس قال السلاحة وقال لي هم ماذا يدردك شيف ولدو المستخي ماذا يدردك سوف يشوفي يا ريدا قال لي أنا اللي درت لي هكاك قرب منه دريسة وحط لي السلاحة وقراسه وقال لي شكون تلك الكلب وماذا يدردتها تشيف ولدي قال لي يا ريدا ما هو كلب الكلب هو اللي يحاول تخوه في الخلاق لكي يأكله في حقه الكلب هو اللي يهمه غير فلوس ماذا كل كلبه الحاج الحاج دريس الفلوس كامل اللي عندك نتعاو واختك هادي الواريد اللي يرحمه تصدم دك اللحظة دريس هو واخته من هذا الشيء كامل اللي يسمعه تم راجع باللورة وما فاهمه هاله الحاج دريس وخامة على الحراسة بدك يترعد ويشوف ريدا ويقول له هو هالي ماذا كون هذا؟ تك اللحظة قال ليها ماذا تقول تايا؟ ماذا كونتا؟ ماذا كون قال لك هذا الشيء؟ قال لي هريضا انا والد خوك جامل عاقل علي ولا نسيته انا ماذا لفلوس كامل اللي عندك دابة انت ورابعة انا اللي اللي حتوف الخلاة بشة تاخدوا لي حقه كامل انا اللي رجعت وما غاديش متنازل لحقي اسمعني طول ما انا عايش الوالد دريغة يبقى ديما عايش بقدر يسوقفوا مصدوم كان بغي قتل ريضا ولكن كانوا بزاف دي الناس حاضرين وفي الاخير مشا في حاله كانت ليلة صدمة بمتياز ولكن هذ الخبار كان صعيف على ليلة بزاف ريضا طلع ولد عمها اللي من المفروض يكون متحال هذي وعمارها توقعت بلبها وخالتها ممكن يدلوه بحاله كف والدخوم ويلوحوه في الخلاة اما فاتي النام كانت مصدومة وغير كتفكر او وشي كون زي ما كان يضحك عليه عد المدة كاملة وشي تقرب من ماما وخالي وشي كون زي ما مطلقاش بي غير الصدفة وهذا الشي كامل كان مخطط له بقعت فاتين غير كتفكر بعد واقفها قدام باب القاعة والناس كلهم يشوفوا فيها من بعض غيبات الدو فاتي لدارها ومشات ليلة احتهية وريضا ورابع كل واحدة مشا في حالو دست يومين على هدش اللي وقع العائلة دي الحاج دريس كلهم كانوا مصدومين فدك الصباح جاوم اشعار من المحكامة باللي كان واحد شخصا كيد داعي باللي هو والجامال خوهم وباللي قاعد اكش اللي خلاه المرحوم جمال هو ملك دياله صدم الحاج دريس وحسب الخطر وهي اللي هدش كامل غادي يمشيلينا اجتامعوا واخته باشه باش يشوفوا شنو غادي ديرو الحاج دريس عايط على المستشارين القانونيين دي الشركة باش يتشاور معاهم فهد المصيبة اللي اللي هو فئة في ذاك الوقت عايطعت فاتين الريطة باش تطلقها بي وتسولوا بزاف دي الاسئلة كينين في دماغها وفعلا اطلقت بي في واحد القهوة غير شافت قاتليها اهلا ولد خالي باينك انت مخطط لهاتش كامل هياك قل لي هاريضا اهلا شي واضح الجواب هو اهلا ولك المشاعر دي الاتيجا هك بصراحة مكنش مخطط لها بقات كتب كيف هاتين وقعت لي ها انا سنود ربي في هاتش كامل بدك يغويت علي هاريضا وقل لي ها وانا شنودا بي شنودا بي لوحوني في الخلاق انا ما غديش نخلي حقي وقول لي هم باللي كيسعب لي هم باللي ما غديش نعرفه نتبت النساب ديالي نحص الحد الوالدين ديالي ماتوا في كسيدة وفي هاد الحالة كابتخاد منهم عين الدم انا غدي نطالب بشا ياخدوا مني عين الدم ويطابقوها مع العينات المحفوظة بملف القادية وخدست على عشرين عام وقد نقدر نتبت النساب ديالي وقد نطالب الورد ديالي وديكسا العائلة ديال كلهم غدي اللوحون في الخلاق نعضت فاتين ديك اللحظة وقعت لي ها در اللي بغيتي وإلا كانوا هم اضلموك هذا ما يعنيش انا كتضلمني انا ايا انا غدي نسافر ونبعد وما غديش نرجع تاني لطانشا انتو ما كامني كتشابهو يزاليكم الفلوس ناضع عندها ريضة وقال لي ها من حقك تقولي بحلاكة حيث اصلا انت مكبرتيش في الفقرة وما غديش تعرفشنو كعيني البردة والصهدة بصيري سافري احسن حاجة ممكن تديرها ما نبغيش نشوفك حاضرة وانا كنتاقع من العائلة ديالك تمنيت لو طلقين في ظرف واحد اخرى مشت فاتينو الدمو على خده في ذلك الوقت كل حاجة دريس دير اجتماع مع المستشاري القانونيين ديالشاريكة اللي قالوا لي ها اذا طلع بالصح والدخوك رأى غادي ياخد تروة كاملة دياله وغادي تكونوا مشبورين تعطيوها له نقزة طرع بيع وقالت لها اخونا جمال مات عشرين عام هادي كيفاش غادي قدروا يتبتوا النسب دياله قال لي هما من حص الحد ديالكم انهم غاديش يقدروا ياخدوا منكم عينة ديال الدم حيث انتو مماشي خوت المرحوم شقاق ولكن كين مشكل اخر معرفت ماذا هذه ريدة سوف يفكر فيه او لا نقص ديالله دريسه وقال لي ما منه ما من المشكل قال لي المستشار العينات اللي يخدو الجمال ومرتو من اللي ماتو حيث بطبيعة الحال اي حادي تصير كدوز من هذه المراحل سيكونوا مية فمية دروا لهم تشريح وبطبيعة الحال النتائج جل عادئين ستكون مازالة محفوظة وريدة الاعرف بطبيعة الحال لا سيطالب انه يقارن تحليل العادئين دياله معبه امه وذلك الساعة سيكون سهل الموضوع نرد اللحظة دريسه ويشوف ذلك القصر دياله وقال ليهم كيفاش ياخد مني هذا شيء كامل وبهد السهولة قاعدك شليكين هنا ضربت لي انا تمارا ما يمكنش نفضن قتله وما ياخدش مني هذا شيء قال لي المستشار تهدن انا قاعد نشوف لك شي حال قال لي هدريسه اذا ما يكون شي حال قال لي بطبيعة الحال الحال هو انكم تبيعوا الممتلكات بطبيعة ديالكم الواحد من العائلة ديالكم ولكن بتاريخ قديم بالساف قبل الدعوة لدره ولدخوكم وذلك الساعة الى اطلع هو ولدخوكم ما غد يلقى من ياخد نقزة رابعة وقالت لها كيفاش غد نسجلوا هذا شيء هذا في دار الضريبة وبتاريخ قديم قال لي المستشار هذه سهلة اي موظف ضبر عليهم زيان غد يقضي لكم الغارات قال لي هدريسه واخا صبر علي نفكر قال لي المستشار واخر حاش ولكن ما تنساش باللي ما بقعش عندكم بزار ديالوقت ذاك الوقت وصلت فاتي للقصر طلعت نيشا عند ليلى وهي كتبكي وعودت ليش نوقع بينه وبين رايدا وباللي قررت انها تسافر قالت لها ليلى صافي غير توقع عليك معه مشكل ستتمر وقالت لي ها الموضوع ما سيسالي هنا ها ريضا ما سيسكت وما سيخلي الحق دياله وممكن هاتش يوصل لكاريسة تخلي عاد ليلة ذاك اللحظة هتعرف ابا واخوها اشكسوا عنقات فاتين وقاتلها سافري واركن واحد ينملي سالي هاتش كامل رجعي قاتلها واخا ثم تغادر فاتين من بعد عودتاني وقفت وقارت الليلة إلا قدرت يشبع عدين تورا بيع من هاتصداع كامل قاعد يكون حسن لكم قارت لي هاتليلة ما نقدرش كيف ما كان الحال هاتو العائلة ديالي ومسا تفاتين واللحظة اللي كانت خارجة من القصرة طلقت بمها وخالها بقعت حادرة رأسا وقارت للمها باللي غادي نسافر وبلما تحاوليت من عيني ولكن قبل ما نمشي وغيت نقول لكم شي حاجة مهمة ريضا هرا غادي طلب مقارنة تحليل آذائين دياله مع ديالباه بهذا شي غادي نكون درت الليلة الحاج دريس واختو كانوا مصدومين من هذا الخبار وخا كانوا متوقعينه الوقت ما بقى ما كان عندهم حتى شي حلة من غير انهم يتنزلوا لشي واحد في العائلة ديالهم بش يحميوها التروة كاملة قلس دريس واختوب قوكي ناقشوا هذا الموضوع شكون هو هات الشخص اللي ممكن يتيقوا فيه قوكي قلوه في الاسماء والتوحد فيهم كان جادير بالتيقة نقزات ديك اللحظة رابعة وقالت ليلة وفاتين ومدام فاتين غادي تسافر اذا ليلة هي اللي ممكن تقو فيها قال لها دريس اه ليلة ممكن تقو فيها هي الحل معي طولة ليلة ديك اللحظة وجدت قلسات مع ام قال لها الحاج دريس بنتي انتي عارفة عمر نقد ابنالك وهذا اللي خرج دابك يقول باللي هو ولد أمك هره غيرا الصعب واش يرديك نبقى وساك شين ويدي لنا الشيء كامل اللي ضياني في حياتنا كاملة قالت لهم ليلة ولكن باباره ممكن يكون هو نيت بالصح والتحاليل غادي تبين كل شي قال لي ها بنتي التحاليل ممكن تزور هذا رهن الصعب سمعي بنتي انا كان وعدك بالليلة طلعوا التحاليل وما هادوك غادي نعطيه فلوسه كاملين ما نضيعه فواله قالت لي واخا بابا شنور مطلب مني دابا قال لي ها غادي نكتب بسميتك الأملك كلها باشي لزور النتائج دي الله الحمد النواوي ما غادي يلقى هواله ما غادي يلقى ما ياخد ولا تأكد نحن من بعد باللي هو ولد عمك غادي نعطيه الميرات دياله كامل قالت لي ها ليلة صافي انا موافقة فرح ديك اللحظة لحاج دريس وقال لي ها الله يرضي عليك ابنتي ومشيت ليلة لبيتها قربت ذكر الله ضاربية من خوه وقال لي ها دريس كيفاش غادي تعطيه الميرات ديره كامل يلي تأكدنا انه وهو بدك يضحاك دريس وقال لي غادي كذبت عليها ما تكونيش غابية نداز دك النهار الغادي يفعل عون قضائي وسجل الممتلكات كاملة بسميته ليلى بتاريخ قديم من لي كانت غادة ليلى عيط لحاج دريس وقال لي اسيني بنتي هاد ورقة قلت لي ديالاش وقال لي هذا تنازل ديالك على الممتلكات ليه انوعمتك رابعة قد كتشوفهم ليلى وهي مستغربة قل لي احنا تعيقين فيك بنتي ولكن لك عارفة الحق حق سينات ورقة ليلة وقالت لي هما ما تخافوش فلوسكم امانة عندي ذك شيري كان مخطط ليه وقع دريس فرحان وربيع كتر منه ليلة والتك تحس بالوحدة من اللي سافرت فاتين كانت باغت خوي قلبه ذك شيري اتصلت برابع ودرت معي اطلاقه وفعلا اطلاقه في واحد المطعم وعودت لي ذك شيري كامل لوقع بالتفصيل ممل قلت لي بابا واحدني اطلاقه بالطعمه وبغي تضيدك شي كامل بقاك يشوف فيها رابع وقال لي ها احيان عليك الافريتا اجبوك الفلوس والصراحة بابا واحد ما يسخبك القصر الكبير اللي عندكم تقلقعت ليلى وقالت لي شنو كتقصد زي ما انا طماعة قل لي هلا هلا غير في اسئلة كانوا في بالي وصافي قلت لي هان يا سيدي متى تسولوا الدر اللي بغيتي اصلا توكل شي في حياتي دابا قل لي ها بابا قل لكم باللي غادي اعطر رضا الحق ديالو اللي جا في الميرات والحق ديالو مسكين ديالت الشرود والطريقة اللي لاحوه بها في الخلاق تعصبات ليلى ذلك اللحظة وقلت لي شوفها رابع يضبروا راسهم اللي بغاوا يديروا يديروا انا اعطاني امانة غادي رجع اليوم واصلا اعطاني انسيني واحد الورقة فيها تنازل على الممتلكات كاملة يعني ما نقدر ندير والو قل لي هاريدا فهمتك صافي الله مشوف حالاتنا كنظن باللقى استقريبا سهلي قلت قاسة ليلى وقلت لي شنوك تقصد اش من قصة وكيف اشغد سهلي قل لي هارابع القصة هي الخونة في الله العائد للانتقام ما تديريش بالك يلا مشوف حالاتنا عندي واحد غرض مهم ناضط ليلى وما عاجبهاش الحال عناق رابع وقل لي ها ما تقلقيش وكيف ما قلت حنا بعاد على هذا شي يضبروا راسهم خرجت ليلى مع رابع وقل لي عافك وصليني الوحد البلاساء خاصني دروري نقضي واحد الغارات وفعلا وصلاته ليلى ونزرع بيه ومشوف حالاته اللحظة لي تحركات فيه ليلى صونة تليفون دياله صونة تليفون دياله وقد قلت تقلب وقد تعييت بسميته ولكنه وقاله قلت لي لأتار تم تغادرات على الطموبيل لكي تمشي عند البوليس ما اللي بغى تتحرك بالطموبيل ما رددت البال باللي معاشي واحد آخر في الطموبيل وبلا شك تطلع لها من كانت نازلة يلا بغى تديماري يلا بغى تديماري قراطع وحط لها توب فيه مادة مخدرة قلت ليلى كتقاوم من بعد غيبات داست قريبا ساعتين وليلى مغيبة ما اللي فاقت بدأت كتحلف عيني بشوية ما اللي قدرات تشوف لقات رأسها في شي برأسها بحل مخزن ناضت بشوية بشتعرف فين كينا هي بالضبط اللحظة اللي هزت رأسها بالليها واحد خونه معلق الفوق جليل فوق ورسول تحت كان كله مشروح وعامر دمائيات وبين فيه آتار ديل تادي قد غادب شوية وشد فراصة حتى كان كدرها بزاف ما اللي دارت للجياة اللي كان في الوجاة ديلدك خونه في الله معلق تصدمات ما اللي لقاته رابع وواضح باللي عدبوه بكل وحشية بداتك تغود ديك اللحظة فيقى رابع رابع شكو ندر لك هدشي كان رابع مغيب ولكن بدك يحل عيني بشوية ومن اللي شافها قال لها لماذا ما هربتك قلت لك هربي بقات ليلة كتبكي وبداتك تغود بشي شي شي واحد يعتقو بقاتك تغود شكون هنا يا وشكين شي واحد هنا ودك اللحظة تسمعوا الخطوات وبقوا غادين وكي قربوا لي الآن وقف أيها كان ريضا قال لهششششششششش بركها من اللي بك حيث أصلاً ما زال هنا ونقطع أطراف الصغار ونطلن مجاهم يأكلوا أصلاً بقواما الساكم بالشوء بداتك تبكي قلت لي عافك هو ما داره والو لماذا تدر لي هذا الشيء؟ قال له أصلا منهار شفتو ما حملتوش ما دخلت لي الخاطري منهار ضربت أنا وياها حلفت عليه ولكن بالصح كلامك صح هو في الحقيقة ما دار لي والو وحتنتي ولكن العائلة ديالك داره كيف ما أنا حق الوليد ديالي خاص نرجعه تنتي الحق ديالباك خاصك تحطيه مبقى كتبكي وكتقول لي عافك خليه رابع هره ما عنده حتى في علاقة خاصنا عتقوه قبل ما يموت قرب من حدها ريدة وقال لي ها انتلي بأيدك تعتقيه ولا تخليه يموت قلت لي كيفاش قل لي ما نديره وغادي نديره بدأك بتاسم ريدة ذلك اللحظة تبارك الله عليك مدكية أنا سمعت باللي كل شي ولا ملكك دابا كل شي ولا ملكك انتي وأنا باقي دك شي كامل موجد الوراق وموجد كل شي وغادي تسيني وغادي نخليك انتي والحبان ديالك أشبه للك بقاد ساكتلي لو كتفكر فهد فلوس كامل ومشي من سهولة تفرض فيها وبها الى عرفة مية في المية غادي تصدم قال لي ها ريدة واخر ما بغيتيش انتي حرة وبتجه بدك اللحظة الصوت وبدك اضرف رابع ورابع كان يغوت من كترة الألم اللي كان يحس به بدك اللحظة غوتات ليلة وقالت ليها حسع في انا موافقة انا موافقة بدك بتاسم ريدة وقال لي ها الله على الحب كانت عارفك ما غاديش تصبري وقلبك ما غاديش طاوعك تخلي الحب ديالك يتعدى بمسكين جاب ريدة الوراق وسينات كل شي قدامه قال لي هم ديك اللحظة غادي نخليكم دابة بش ترتاحهم زيان ونطلقوا قددا ان شاء الله بينما قادت لأمور إدارية مشاري دوب قادت تعيط عليه ليلة وقالت رجاء بش تقرأ به وقال لما تسوق في اللحظة دواء معها رابعة وقال لي ها على السنة ليلة شاهدت فيه وقالت لي كيف تريد نخلي قتلك بدك يبكي رابعة وقال لها سمح لي عافك سمح لي بزافة ليلة أنا سبب هاد شي كامل دازت تقليلة والغد لي جاء عندهم ريضاء وهو فرحان شاف ليلة وقال لها صافي صافي بنت أمي رجعت حقي كامل ولكن رابعة هادا مخصوش يعيش حيث ما بغيتش مشاكل في حياتي ناضت ليلة مخلوعة وقالت لي عافك أنا أدري تدك شي كامل لبغيتي خلي عليك في تيقار مش بدك اللحظة ريضة سلاو وحطوه فوق راسا رابعة وبدك يحسب واحد جوش ليلة ما قد رفت تستحمله وبدك تغوت وطعها تغيبات الحاج دريس واختوه كانوا مخلوعين على ليلة غابر من البارح وهذا شيء قمم وليف لها دريس ولطيفا مرتوه كانوا مخلوعين على بنتهم إضافة لدك شيء اللي عندها أما هيتم مكانت مسوق غير قلص وطال ليه الدم حيث ببا فضل اختوه ليه ذلك اللحظة وقفت طموبيل قدام باب القصر نزل منها واحد مكاقولي حط ليلة وقعوا وطلع الطموبيل وزادوا حالاته ومشوا الحراسة وزدوا ليلة ودخلوها الداخل الحاج دريس عيط على الطبيب بحش يطمئن على بنته جاء الطبيب وقال لهم جاء انهيار عصابي عطاها الدواء وقال لهم بلغ ديت ناس بالزاب تلوقت لها خيبة كل شي كامس دوم وما عارفين اش واقع دوزات ليلة نهار كاملة وهي ناسا لغد لي بداتك اتفق رقعت راسف دارهم والعائلة ضايرين بها بغني عارفوا منها شنوقع بالضط واطمئنوا على التروة ديالهم غرحلت عينيها كل شي يبدأ يسهول مالك يا كلابس اشوقع ولكن الليلة بقت ساكتة وما عارف ما تقول كيف هاش علي تقدر تقول لهم باللي تروة كلها مشات قلت لهم باللي موقع والو عاو تسويل اباها ميمكن كيف هاش موقع والو ودخل ديك اللحظة واحد من الخدامة وقال الحاج باللي البوليسة كيني لتحت وراء بغوا يشوفوك كل شي تسضم الحاج بدك يتفتف تم غادي ينازلها وليلك يسحب لها باللي البوليسة جوع لقبل دك شي اللي وقع معها ومع رابيه نزلت بصعوبة بعاتهم تم كل شي غادي ينازل مالي كانوا هابتين في الدروشة القاورة قالس لتحت ودي رجل فق رجل وواخد راحته تم قاصدوا دريسة وبغي يجري عليه ذلك اللحظة دوا معه الضابط وقال لي لالهاش ما تدرشي حاجة قدروا نتابعك عليها احنا اصلا جينا بسنسلوا هذا الموضوع بشكل ودي ومن غير مشاكل قال لي الحاجة ما فهمتش ما تريدو ما تريدو واذا ما اعرفتش رأسك معه من ساعد الضابط ما تريدو ما تريدو قال لي الضابط بلد هديدة الشريف انا خدمتي كنديرا وجاي باش نفد حكم المحكامة قال لي هدريسة ما فهمتو ما تريدو ما تريدو قال لي هدريسة استريدو قدم اوراق يتبت فعل ملكية لكل شيء ومن بناء هذا القصر تصدم ذلك اللحظة الحاجة وكان سيطح اما الليلة كانت غرقاسة ومصدومة وما كانت متوقع بأن هذا الشيء كامل سيقع بهذه السرعة ناعد ذلك اللحظة ريدا وتمقص الضابط وقال لي لي اسمحتي ساعد الضابط هذه مشاكل عائلية وانا قد نحلها بالله هي احسن قال لي الضابط اسمعي ولدي من الاحسن نكمل الاجراءات دابا نقبل الاستلام قال لي ريدا ماشي مشكلة انا اصلا مزربانش على خاطرهم مهم يمكنك تفضل انت دابا وانا قد نحاول تفهم معهم كيف مكان الحال لا هادوك يبقى العائلة ديالي مش الضابط ريدا وقفوا باكي يشوف يوم كاملين قال ليهم شوفوا فيهم زين هادشي كامل كنتوا كتفت اخروا بيها مابقاش ديالكم والحق خداهموا له ها نسيت نقدم لكم الواليدة ماما ماما كل شي تصدم ديك اللحظة مفهموا والو هيت عارفين باللي موت ريدا ماتت في الكسيدة ما اللي دخلت المرة بقات كتشوف فيها ليلة هيت كتظن باللي كتعرفها مزيان ما اللي تأكدت منها قاتلها ها انتهي المرة اللي كنت سنضربك بالطوموبيل ووصلتك حتى الباب دارك النهار اللي تعرفت فيه على رابيه بقاتك تتسم ديك المرة وقاتت لأه تبارك الله عليك ذكية والصراح هذا النهار بقيت فيه ما اللي بديتك تبكين بديك الطريقة بدك يغوط الحاجد ريسا وقال ليهم مفهمته ما فهمت وقاله ما فهمت وقاله أنا من هذا الشيء كامل إلاك أنت السيدة هي الوالدة ديالك إذا أنت ماشي والد أخويا جامال انت الصعب وبقد تدلينا فلوسنا بدك يبتسم ريضة وقال لي برافو أنا ماشي ريضة والد أخوك وأنا ماشي 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 الصعب انتم من الجماعتنا الصعبة وكان شكر الدكتورة الليلة اللي سهلت عليه الموضوع بلا ما حاكين بلا دعاوي حيث حنا عارفين كنو كتسوال حاجد ريس واحد بحالك ممكن يلعب بالنتائج للتحاليل كيف ما بغى تصدمت إياك أها سيدي بنتك تنازلت لي على كل شي والبارح رفعت داوة مستعجالة باش ينفدوا عقد البيع والحمد لله كل شي تقضى بالخف ودابها أنا جيت تعصى بدك اللحظة الحاجد ريس والتمقاصة الليلة شد من يديها وقال لي ها وش هاتش بصح هدوي وش هاتش بصح ولا غير كي كدب هيك الليلة غير كي كدب قلت ليلة مسكينة غير كدبكي قربت من حدها هم هو وصرف قعتها قلت لها ضيعتين 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 وضيعتين كل شي بالغاباء ديالك قلت لها ريضا لا 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 مش احترى الدراجة هي مع دورة مسكينة حيث الحب ديالك معلق بالحياة والموت قرب ريضا ذلك اللحظة من الليلة وهمس الليف ودنيها وقال لي ها الحبيب ديالك ريضا راح مازال حي متخافيش صدمات ديالك اللحظة الليلة ودخلطوا عليها المشاعر ديالك اللحظة تمداخلة رابع من الباب والغريب في الأمر أنا والصحة دياله كانت مزيانة وكمل ريضا الهضرة وقال لي هم كل شي يسمعني دابا هذا اللي دخل دابا الحاجدريس هو ملهد شي كامل حيث نسيت نقول لكم بلي أنا ماشي هو ريضا وبلي الاسم ديالي الحقيقي هو رابع ولي انتم ما كتظنوا رابع هو ريضا الحقيقي هو هو لدخوكم جمال ليه لحتوه في الخلاق كل شي تصمر في بلاستوه بالصدمة من هاد الخبار توجد واحد مقدر يدوي ليه لحسات بلي قلبها غادي يوقف نقلس رابع الحقيقي حدموا واتتم داخل ريضا الحقيقي قال لي هم رابط عبعت الحال انتوا مع اائلة ما كتشرفونيش لحتوني في الخلاق لتأخذوا الورد بطبيعة الحال ستقولوا كيف تعرفت علينا وقدرت توصلينا من اللي وقع الحادثة سمعتك شي كامل اللي قلته وانتم مواقفين قدام الطموبيل كنت مش روح صغير مصدوم كنت شوف غير ضبابة ولكن دماغي كان خدام وكنت واعب ذلك يطر حدايا وحتنسي بكم من اللي لحني بدكي بكي وطلب مني استماحة هاد شي بقى محفور في دماغي وفكرت وش ليه ولكن ربي كبير من اللي لحتوني القاتني مضرع به وكانت أرمى لمسكينة وعنده ولي صغير قد ضرب عليه تمارة ورغم هالظروف القاسية ما تخلاتش عليها واحد أخرى كانت تقول ما لعلها تصدع الوقت اللي العائلة دي اللي لحوني هاد المره هزتني ورباتني بحل ولدها رابع والذي عاملني بحل أخوه ومشاردة في إتيجاء لذلك المره بس لا يديها وراسه وقال لها انتي أمي وغالي تبقى دائما أمي عاود ذلك اللحظة وقفة والتم غادي عند الحاجة قال لها وشن تدكي أنا كنظن بالله الغابي هو اللي كيسحب لي عراسه وهو أدكى واحد أي حاجة دريسة حيث كان مجلت معك ذلك الحاجة أي حاجة كنا مخطي لها من الأول كانت الفكرة هي الولدة التي تقابل مع ليلة وتدر لها موت حمار قدام طموبيل من بعد توصلها ليلة حتى الدرب وهنا كان لازم ما نبال أنا الليلة بشخصية الباطل بطبيعة الحال ذلك أخونا اللي كان تهجم على الليلة وقال لي أنزلي من طموبيل نحن اللي سيفطناه ومن بعد ذلك ما عطيت هاش وقت لنلفت الانتباه دياله وبالآن إذا لم أمشيت بالصدفة العيادة دياله وكلا دارني الدرسة وما دارني واله وهي جاتب من بعد كتقلب ليه كان من المفروض أنني أتقرب منكم ونبدأ الانتقام ديالي ونقرأه ولكن ولدكم الميكروب عصبني وخليت ضربه في ذلك الوقت الرابع ووقف على فاتين على أساس أنه هو ريضة أنا حاولت نخليكم مركزين مع أكثر هو بالضبط وبلغاني تضربت مع قدام ليلا وفي العرس لكي توجد واحد ما يشك بالذي نعرف بعضياتنا وحتى من اللي هيتم فرابع وفاتين نحن اللي كنا نمخطي له ودك شدازه وهادك وحتى التنزل ذلك ليلا نحن اللي كنا نمخطي له أول حاجة كان خاصة نتفكه من فاتين وملت صدمات فرابع مشات ومدام مروان ماشي أهل تيقاء بقات ليلا هي نقطة الضوء الوحيدة فيكم يعني أكيد غدي تيقوا فيها وغدي تسلموها التروى ديالكم كاملة ومدام ليلا كتبغيني أكيد غدي تنازل لقبل على التروى كاملة إلا شافتني معرض للخطر وحتى كون موقع شهد شي هذا كنا غدي نفكروف بزاب ديالحولول من غير المحكامة ومن غير أننا نقتلوكم حيث صراحة بغين نستمتع بالفلوس ونعيش الحياة الرفاهية اللي حرمتوني منها ما كنت باغيكم تعرفوا ليه والو ولكن في نفس الوقت كنت قادر نعرف عليكم كل شيء عن طريق ليلا تم ديك اللحظة ريضة غادي عند ليلا وقال لي ها سمحي لي بزاف أنت الواحدة اللي تضلمت في هذا شيء كامل ولكن أنت هي السبب من اللي قلست معاك في القهوة مبغيتش ترجعي الفلوسة المولاها مهم أنا أحطيت لك مبلغ مهم في البنك كتعويض على ذلك شيء كامل ليه لاجتماعيه وسمحي لي مرة أخرى كان كل شيء واقفه مصدوم لحاج دريسة جاء نهيار عصابي شوية شد فراسو وجات وشلطة دماغية وأطرت على الأطراف دياله وجاء شالل أما اختارة بيعة صابت في عقلة وبدأتك تدخل وكتخرج في الهدرة سافرت ليلة الأوروبا من بعد ذلك الصدمة أما لطيفة موت ليلة طلقعت من راجلة وكتفت بدك الدهوبات اللي كان جامعة أما عبد الإيلة طلق أمراته وغبر لي الأهتار وهيتم خسر الفلوس كاملة اللي كانت عنده ألا شرابوا البنات وكتروا عنده الكريديات ويقدر يدخل الحبس بسبابهم أنا ورابعة عشنا الرفاهية وعودت الوليدة مسكينة اللي رباتني على السنوات الحرمان والفقر اللي عاشت عودت في ذلك شيء كامل وخاءت ترويك كاملة اللي كان عيش فيها ما عودتنيش في الولدين ديالي ولكن على الأقل حسيت بجهاجة حسيت بلي حق الوليد رجعته هذا تقريبا كنت عامين على هذا الشيء اللي يوقع كنت قاسة واحد نهار أنوة أنوة ورابعة وقال لي ماذا ندمن؟ ندمن على هذا الشيء كامل اللي يوقع قلت لي ما فهمتش قال لي أنا عارف وأنت عارف باللي كتبغي ليلة بثاف وكنتظن ما زال كتبغيها قلت لي بالصح ولكن كنتظن باللي عمرها ستنسى ذلك ما قدرت فيها وأنا ما عمرني ستنسى ذلك ما قدرت فيها ذلك ما قدرت فيها الولدين دياله قال لي يا رابعة قال لي أرجع بك الزمن اللور ماذا ستنسى؟ قلت لي ستنسى نفس الشيء كامل اللي قدرتنا وأصلا حتى أنت كتبغي فهتين وخليت لي قال لي يا رابعة آه كان بغي فهتين ولكن الفلوس كان بغي أكتار قلت لي أنت كتب ما قدرت لي شيء أقبل الفلوس بتأسم رابعة وقال لي آه بالصح أنا كان بغيك أنت يا يا أخوي كان بغيك أنت أكتر من الدنيا كاملة لك شلاشة مقدر نضحي بمئة وحدة بحلفاتين قلت لي أنك نحمد الله وكن شكره حتى ربي عودني فيك أنت وماما وما كنت أعرف حياتي كيف ستكون كانت هذه هي قصة ديالي من اللي كنت مازال صغيرة كان قلبي عامر بالحقت وكنت نناوي من اللين كبرة نقتلهم كاملين ولكن تربيد الماما اللي لقعتني في الخلاوة علمتني معنى الحب والتسامح تكشيلاشة تبدل تفكير ديالي وقررت أن أخذ حقي بلا ما نقشل تشي واحد وذلك الساعة نستمتع بالفلوس وبطبيعة الحال لا كنت أخذ حساب الليلة باللي غاد نبغيها ولكن كان ضروري خاصة تضحية وأنا ضحيت بالحب ديالي لها بش نتاقم من العائلة دياله وأصلا العلاقة ديالنا عمرها ممكن تكون حيث مكتاب عليها تسهلي قبل ما تبدأ كانت هذه هي نهاية القصة إلا كنت أول مرة ستشوف قناة سوفيان ستوريز خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سوفيان ستوريز يا ربي أمين يا ربي أمين